وفي اليوم الأول من رئاسته للوزراء أوقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير سارمر خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا وفقا لصحيفة تاليغراف وقال مطالعون على شؤون حزب العمال البريطانيين خطة حزب المحافظين لترحيل المهاجرين إلى رواندا كانت ميتة فعليا بعد أن تعهد الحزب بلغائها إذا فاز في الانتخابات وإشارت وزيرة الداخلية الجديدة إيفايت كوبر إلى أن أحد الواجبات الأولى للحكومة هو الحفاظ على أمن الحدود